يبدو أن المجلس الدستوري سيستنفذ المهلة القانونية كاملة لإصدار قرارها المتعلق بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات على قانون الانتخاب مصادر في المجلس الدستوري استبعدت أن يصدر القرار خلال الاجتماع المقرر الاثنين المقبل مرجحة أن يحصل ذلك يوم الثلاثاء خصوصا أن هناك عددا من النقاط الذي لم يتبلور النقاش فيها بعد وهناك صياغات لم تكتمل وهي بحاجة للتعامل معها بدقة منعا لأي التباس ترفض المصادر الغوص في تفاصيل النقاشات ولكنها تكشف أن هناك عدة نقاط متفق عليها في مقابل نقاط أخرى تتنوع الآراء حولها تنفي بشدة المصادر وجود انقسام طائفي أو سياسي داخل المجلس مشددة على أن الأعضاء وخلال اجتماعهم الأخير يوم الخميس استغربوا هذا الكلام وفيما تجزم المصادر أن النصاب لن يطير عازية غياب عضوين عن الجلسة الأخيرة إلى وعكة صحية ألمت بأحدهما وقطع طريق البقاع الذي حال دون وصول الآخر يبقى الأهم هل سينجح المجلس الدستوري بإصدار قرار أم أن تصويت سبعة أعضاء لن يكون متوافرا كل السيناريوهات مطروحة تقول المصادر بما فيها عدم القدرة على إصدار قرار ولا أحد يستطيع الحسم في هذا الموضوع لافتة إلى أن عدم توصل المجلس لقرار يعني عمليا سقوط الطعن ونفاذ قانون التعديلات على قانون الانتخاب علما أن عدم اتخاذ قرار يسمح بتكرار الطعن في قوانين مشابهة في المرحلة المقبلة خلافا لما يحصل لو رفض المجلس الدستوري الطعن اشتركوا في القناة